قال رئيس مجلس نواب المستشار دكتور حنفي جبالي أن العراق تحمل ما لا يطيق على مداري سنوات طويلة مضت في مواجهة جملة معقدة من المهددات التي أفقلت كاهله وواجه الشعب العراقي الشقيق ببسالة وأضف جبالي أن دولة مصرية صاغت رؤية شاملة لإنقاذ الدول العربية من براثن الفوضى قومها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية لم تكن الدولة المصرية بعيدة عن الأخطار الجسيمة التي أحاطت بمنطقتنا العربية فما أن خرجت مصر منتصرة في معركتها ضد قوى الفوضى والإرهاب والظلام حتى صاغت مقاربتها الشاملة لإنقاذ الدول العربية الشقيقة من براثن الفوضى والسقوط والتي تستند على جملة من الأمور أبرزها الحفاظ على بنية وتماسك ووحدة الدول الوطنية العربية بمؤسساتها والرفض التام لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية ترسيخا لمفهوم الوطن المستقر والآمن